صباح الجمعة وجمال الجمعة ولمة العيلة ودفع في أيام البرد صباحكم جميلة أهل مصر طيبين لما طافت دم ريتك وتلاقي نفسك مانيكان لما تبقى محتارة البيسي ايه من الموديلات لما يكون عندك مناسبة ومحتارة البيسي ايه لما تكون مش محتاجة بس البيسي ألوان جمع عشان تداري وزنك وداري جسمك كلنا نفسنا نحس بالإحساس ده والمشاعر دي وعشان نحس بالإحساس ده والمشاعر دي معانا نهارده دكتورة ميرنة عجيبي عضو المنظمة البريطانية لدراسة السمنة ودكتورة التغذية العلاجية للسمنة والنحافة منورة يا دكتور اهلا بي انا كنت عايزاكي نهارده نتكلم مع بعض بعداش البنات يعني كبنوتة ايه احساسك لما تلاقي كل الموديلات في المحل وفي أي مكان مناسبة ليكي وشكلها جميل عليك ايه احساسك طبعا بيدي ثقة في النفس الرهيبة ان انت تدخلي مكان تلاقي كل المقاسات غير لما يبقى طبعا افضل ادور على حاجة حتى لو مش مناسباني بس عايزة اغطي اماكن معاناة في جسمي فده بيدي ثقة للنفس كبيرة جدا ان انا يبقى وزني كويس ومسهلي واعرف اختار حاجة على زوئي اه تمام اكيد انا كيا دينا شهين بحب السبح اشرب في الجان قهوة خضرة ايه رأيكي دكتور قهوة خضرة طبعا فبايدها كتير جدا بتحتوي على احماض اسمها الكولورنوجينيت دي بتعلل حرق جدا لانها بتقلم تصاصل كاربايدريتس والسكريات في الدم فدي طبعا ممكن ننصح بيها اي حد بس بوينتس معاناة ان مريض الضغط العالي ما ينفعش ياخدها الصبح لازم ياخدها بس قبل الغداء عشان مضوع الضغط بتاعها تمام كويس جدا طب تنصح كل بنوتة وكل سيدة بتنزي تروح الشوه اللي بتروح الجامعة يومها بتقضيه برا لو هي حاسة انها جعينة ممكن تاكل ايه اعمل ايه عشان تبدل محافظة على وزنها بس احنا ممكن ناخد معانا سناكس صحي بحيس يكون كالوريز وقليلة وقلياف عالية جدا تحسسني بالشبع ممكن مثلا طلت تمرات ممكن فواكه مجففة حفنة مكسرات نية حلو جدا ممكن ناخد صامريت فاكهة معانا في الشنطة قلياف بقى عالية بسكوت شوفان فيه بقصمات بيبقى دخله قلياف زي بزور الشي بزور الكتان حاجة دي بتسايد على الشبع وكالوريز قليلة جدا ويعني متاحة يعني مش حاجة صعبة متوفرة مش صعبة ممكن احضر حاجتي وانا نازلة مثلا بحيس ان انا مالجأش ان انا اجيب اي حاجة من برا تعلي سكر الدم تبوضلي يومي كله اكيد طبعا اهم السؤال يعني كلنا نفسنا نعرفه ازي نقدر نعلي معدل الحرق بصي معدل الحرق طبعا بيختلف من شخص التاني حسب عامل كتير بس احنا ممكن نعلي ممكن حاجات طبيعية زي خل التفاح خل التفاح ممكن نستخدمه نحط نص معلقة على كوبية مية قبل الغداء بنص ساعة النوم الكافي دي اهم حاجة جدا لان في ناسة الصهر بيقلل نزولها طبعا لازم ادي قصة كافية من النوم للجسم 6 ل 8 ساعات يوميا ممكن اصوم فترة معينة في اليوم خاصة بالليلة وقبل النوم دي بتساعد ان هرمون الانسولين بيكون خامل جدا ده بيعلي الحرق قوي رابع حاجة فيتامين دي سري لازم اشيك على في جسمك كل ما النسبة بتاعته بيكون زادت كل ما حرقي انا بيكون كويس قوي طبعا الغداء الدرقية لازم اكون مشيكة عليها عشان اما بتدي نزوم غزائي ما يكونش عندي اي عوك يعوك ان انا انزل في الوزن كوي يعني لازم اعمل تحاليل الاول شيك على جسمي واساعد نفسي بالعادات الصحية برضو تمام وطبعا الحيطة ان احنا بنسهر دي وما فيش نوم بالليل دي بتقلل نزول الجسم جدا والنفسية والنفسية بتأثر برضو على نزول الوزن طبعا اكيد طبعا اكيد فيه علاقة بين ان انا اخسوي وفيه عندي ثقة في النفس اكيد طبعا ان انا اكون واسقة في نفسي وان انا يكون جسمي كويس والصحة كمان لان الوزن طبعا بيفرق جدا في الصحة بظيفات بتاع الجسم كل ما هو زاد كل ما صحتي ما بقتش حلوة زي الاول مش اقدر اقوم مش اعرف انام مش اعرف اخد نفسي ما قادرش اطلع اسلم اقدرش همشي فترة طويلة بالعكس بقى انا لو وزني نزل هلاقي الدنيا معايا اختلفت بنسبة في المهي او قادر البس اللي انا عايزة واي لون مش لازم بقى اسود مش لازم ادارد فهات جسمي هدخل اجيب اللي عجدني انا هجيبه مش لازم اجيب حاجة طويلة حتى لو انا مش هلبس طويل لازم اجيب حاجة واسعة ادارة فيها لا انا هلبس اللي انا نفسي فيه وهعيش سني فيه ناس بتعيش سن اكبر من سنها عشان مشاكل السمنة بس صح صح تحيث انها محبوسة في شكل معين محبوسة جوا استايل معين ما قادرش اطلع منه عشان انا جسمي حاكمني بالاستايل ده حتى لو انا نفسي في استايل تاني بس مش هقدر اغير غير لما جسمي هو وشكل اللي يتغير تمام طب القهوة الخضرة لو انا شربت منها مثلا اكتر من فنجان في اليوم هتدي نتيجة ما فاش مشكلة هتدي نتيجة كويسة هي بتساعد على الحرق جدا مريض السكر طبعا بتفيده جدا لان القهوة الخضرة بتحسن مستوى الكوليسترول جدا في الدم عشان زي ما قلت الحضراتك بتقلل المصاص السكريات والكربويدريتس في الجسم فدي بتدي عمل مساعد حلو قوي وبترفع معدل الحرق كمان هي بتبقى طبعية شوية لو في ناس بيبقى عندها طبعا مشاكل صحية هي القهوة الخضرة بتبقى طبعية جدا ما فيهاش اي صادسة ما فيهاش اي ضرار نعم طبعا محتاجين نعم معا موجود رياضة المفروض الرياضة بتحسن المود بتساعد على النشاط جدا عشان لما انزل شغلي فيه ناس بتبقى اما بتيجي تعمل نظام غزائي بتحس باكتئاب بتحس بوخم بخلل كلام ده كله طبعا الرياضة بتحسن النفسية بتحسن المود جدا بتزود النشاط بتجي شيب للجسم افضل بكتير تساعدين مبقاش فيه ترهولات لما انزل في الوزن عشان انزل برضو بشكل كويس طب حيك شايفة يعني أنت بوقت اللي احنا نشرب القهوة الخضراء الصبح وامت احنا ممكن نشربها قبل الفطار وقبل الغداء بس مريض الضغط العادي ممكن ياخدها قبل الغداء بس عشان بياخد الضغط بتاعه المفروض قبل الفطار يزبط بيه بس معبدل ضغطه لكن الناس العادية ممكن تاخدها قبل الفطار قبل الغداء فيه ناس لو قاعدة بالليل مسأل عايزة تشرب حاجة سوخ نشيتة طبعا داخل علينا ممكن ااخد فنجل بالليل ما فيهاش مشكلة يعني ممكن عادي نشربها والنام ما بتعملش قاراتكم فيه ناس بتشرب الكافاين بتنام عادي فيه ناس بيسهرها شوية لو ناس بتشرب الكافاين مش بتتأثر بيه انا ممكن ااخدها بالليل ملايش ايضا لان هي بتقلل برضو الشهية شوية هو الخضرة بتساعد على برضو ان انا النفسي تقل شوية لان احنا لما بنصهر بالليل بنجوع اكتر فالمفروض ان انا ااخد حاجة تقفل معي طالما انا ظروفي بتسمح ان انا اصهر بالليل فممكن ااخد بالليل عادي طمعا لكن الناس اللي بتنام بدري ان انا اخدها مثلا الصبح قبل الفطار عشان ابقى نشيطة طول اليوم واعرف انام بالليل برضو يوم بالزبط طيب يا دكتور يعني تنصح البنات يعني يعملوا ايه اكتر مثلا الرياضة ايه معينة تنصحيهم بيها تبقى حاجة مثلا مش مضطر راح الجيم مش مضطر انا مثلا ان انا انزل من بيتي مخصوص لو انا عايز اعملها جوة في شقتي تنصحينا بايه ايه الرياضة معينة ممكن نعملها احنا ممكن لو احنا مثلا بره بنشتغل بدلا مثلا ان انا اخد مواصلة من مكان لمكان انا ممكن امشيها لو عندي عربية ممكن مثلا اركنها واتمشي الحتة دي لو انا قاعدة في البيت ممكن اي وقت فاضي طبعا النت واليوتيوب مال الدنيا ممكن اجيب اي فيديو من عليه اعمل رياضة فيه تمعين زومبا فيه كذا حاجة ان انا اعملها بس انا لازم اخصص وقت معين في يومي لنفسي والصحتي والجسمي اهم حاجة كل يوم يوميا او مثلا ثلاث ايام ممكن يوم ويوم نصف ساعة يوميا الصبح الرياضة بتبقى افضل بكتير من باللي بيبقى في نشاط الحرق بيبقى افضل الكلام ده طيب حريك تحبي مثلا بالنسبة لل النصيح عامة بقى يعني مثلا لو عايزين نعمل جدول هنمشي عليه ايه النصيح الاساسية اللي هتبديها لنا نمشي عليها احنا ممكن نبتدي يومنا بس بحاجة هلسي واجبة الفطار هي اهم واجبة يعني بسي هو دي بتختلف برضو من شخص الاتاني بس هي بس الفكرة في نوع الاكلزة نفسه انا ممكن ااخد حاجة سعراتها عالية جدا وهي حاجة قليلة تعالي الانسلين جدا وسكر الدم هبتدي اجوع طول اليوم ممكن ااخد حاجة بقى مثلا يعبطين مسلوئين كطعة جبن قريش ستم عالي قفول وبضاية ده بروتين عالي ممكن ااخد النشويات مع قليلة دي هتحديني احساس بالشبع ههرف اصبط يومي طول اليوم الفطار اهم حاجة الفطار البداية هي اللي بتصبط لبقية اليوم دي اول حاجة تاني حاجة انا ممكن قبل ما نام زي ما قلت اريح شوية بس من الاكل اهدي افراز هرمون الانسلين جدا ده بيساعد على رفع الجروس هرمون في الجسم وزيادة معدل الوحرق قوي تمام في فكرة تاني ان انا مش هينفع قعد فترة كبيرة من غير الاكل في ناس قلت الاكل بتجيب معا نتيجة عكسية ايمن بيتيجي بقى تبتيدي تاكل هي الجسم محروم بتاكل بزياد تاكل كل حال اشارها الحرقي بسناكس خفيف جدا صمرت فاكهة حفنة لب سوري كباية لبن كباية زبادي ممكن كباية قهوة مع ضاقة شوكولت تلاتة طمر الحاجات دي بترفع معدل الحرق على كل تلات ساعات او المادة الباية بتقلل احساس بالجوع بتقلل احساس بالجوع طبعا المية اهم حاجة عشان احنا دخين على الشتاء فيه ناس في الشتاء بتقلل شرب المية شرب المية عامل مساعد جدا للبشرة للشعر عشان المية جنزل في الوزن وشي مايخسش مايبقاش باهت شوية وبترفع معدل حرق جدا المفروض كل نص ساع كباية مية عشان الجسم يحتفز بيها فيه ناس لما بتشرب مرة واحدة المية بتنزل في الطائرة كلها يبقى انا ما عملتش حاجة اقسم شرب المية افضل وبالزبف الشتاء احنا بننسيها فالافضل ان انا طول ما انا شغالة او في مكان او ماشية معايا ازازة مية حتى لو ااخد بوء احسن من انا قاعدي علي يوم كامل افتكر ان انا ما اخدتش مية نهائي طبعا ده غلط جدا على الجسم وبيقل معدل الحرق والجلد بعد كده بيكرمش الكلام ده كله يبتيجي زي شيخوخة مبكرة البشرة في جفاف في الجلد والمية مهمة جدا دي نقطة في نقطة تاني ان انا اؤمن على الاكل حتة فضية في معدتي يعني ما عدش ااكل لحد ما المعدة زي البلونة بالزبط بوء زيادة لقمة زيادة معلقة زيادة هي بتفضل تفتح وانا مش حص تاني يوم علي نفسي خدت كمية اكبر فانا المفروض اشبع اقوم مش اقعد لحد ما اخلص الاكل اللي ارداني تمام الغده ممكن يبقى برعا ايه لو انا مثلا برا البيت الغده ممكن لو انا برا البيت برد واخد حاجة هلسة شوية ممكن ااخد صدر فارخة ما شوي مع سلطة مع 3 اربعة معلق روز ممكن سمك ما شوي اسهل حاجة انا في شغلي ممكن مسلا علبة تونة ممكن بطين مسلوقين لو ما فترتش بيط ممكن اخدها ااخد اي بروتين وقلل بس القربويدريتش شوية هتلاقي الدنيا زبط لما روح بالليل ممكن حاجة بقى خفيفة كبية لبن زبادي صمارتين فاكهة وبعدها بتلات ساعات ونام دي بتفرق قوي في معدل الحرب واللي عاشة طبعا بيكون مثلا ممكن شوفين ممكن بروتين لو انا جعينة ممكن اتعش برضو سمك او سجر فارخة قطعة لحمة ما شوية لو انا مش جعينة بروتين تاني خفيف بضاية مسلوقة قطعة جبن قريش كبية زبادي كبية لبن الحاجات دي كلها برضو مفاش مشكلة بي يعني تقريبا تلات وجبات اساسية وممكن اتنين سناكس في النصر عشان معودش بس فترة من غير اكل كمان في ناس بتتعب جي لهبوط مبتقدرش تشتغل مبتقدرش تكمل يومها لو قعدت فترة كبيرة من غير اكل يعني دا البور مبتقدرش اصلا بسي ما فيش عبابة تمشي من غير بنزين انا لو مستدش بنزين مش همشي في ناس تقولك انا اقرر اخص انا هوقف اكل انا لو وقفت اكل انا مش هخص او سمينا على رجيم المية في ناس جسمها بيعاند على قلة الاكل اللي بيخزن دهون لان احنا جسمنا بيحرق من مخزن الدهون فانا المفروض قدي بنزين عشان احرق انا مش بدي فجسمي بيعاند وبعدين في ناس بيجي لها حرمان تصحب الليل تقولك انا بفتح التلاجة وباكل وانا مش هستب نفسي مش هستب نفسك عشان حرمنا جسمنا طول اليوم فان دي حاجة تلقائية ما بيصدق يلاقي اي حاجة وباكل بقى وانا مش وغدى بقى شكادر يميز حلوة على حق دي عكسية والاسف في الناس مش مدركة ده لا انا هعمل ريجيم وهاجي على نفسي واخيس ولا ما بتوقف الدايت بترجع تاني وفيه كمان فكرة تاني ممكن الناس تاخد يعني هي مش بالكمية بالكيفية انا ممكن اصحى انا ااخد مثلا كوبية شاي بلبن مع قطعة كيكا مع مثلا بروتين بار اي حاجة تاني الكالوليس دي عالية جدا وما شبعتنيش بس انا كده فهم ان انا مكلتش انا خدت حاجة خفيفة اينا دي بتعمل ايه دي تعليل سكر الدم جدا تعليل انسلين الجسم يبتدي يخزن في دهون بعدها يلاقي نفسي جعينا برضو انا عندي احاق ان انا لسه هفطر بعدها بساعتين هاكل تاني بالليل انا هتعشى حاجة خفيفة بس هدي حاجة سعرات عالية موس سيعي معصلا هي الموزة 100 سعر حراري في قطعة جاتو تكون 80 سعر حراري الجاتو اكتر من موز بس الموز ده يتحرق في جسمي عشان ده طبيعي قطعة الجاتو بحالها ممكن تروح في مخزن الدهون صافي بتاعي تمام هي الناس مش عارفة تميز وكيد السكر هنا وهنا مختلف اه الناس مش عارفة تنددي ابيض وسكر وعسل وكلامنا هي الناس مش عارفة تميز بين الكيفية مش السعرات تبص على حاجة دي سعراتها 100 سعر دي قليلا جدا بس ممكن المحتويات بتاعتها ما بتتحرقش في الجسم تعليل سكر دم بتزاود تهم السمنة مفرطة فيه اكلات بتعمل دهون سلسية يعني مش شرط ان انا ابص على الكالوري نفسها مش لازم الكالوري نفسها الكمبوننت ذات نفسها انا ممكن ااخد نصف فرخة مشوية مثلا طبق سلطات بير طبق رز هلسي الكلام ده كل الكالوريز دي تكون اقل بكتير من مثلا سندويتش بورجر بجبنة كايزر شيدر الكلام ده كل ده اقل بكتير انا ممكن انت بورجر اكل اتنين تلات لكن الوجبة دي انا ممكن مقدرش اخلصها ايو في فكرة ان الناس تقولي ان احنا نبطل النشويات مش هنقولها خالص عشان نخس اسرع بوسي انا لما بوقف النشويات خالص اولا البور بتاع جسمي بيقل جدا هبوط زغلالة الكلام ده كله ثانيا بخس بسرعة قوي بعد كده اول ما برجع للنشويات بزيد الضعف احنا مش هنقدر نمنعها لان ايه دي وجبتنا الرئيسية رجع لها رجع لها انا بعد اما رجع لها جسمي يبتدي زد تاني فالحل ان انا اعمل ايه انا اقل عن احتياجي يعني مثلا كنت بفتر رغيف الفطار لأ انا ممكن اخليه نص اول اسبوع باكل طبق رز كبير انا ممكن اخليه ستة معيلة اسحب من العشاء لكن موقفش النشويات عمتا ماذا انا هيتحرك حلو جدا هلاقي نفسي بخس بس هزهى وهرجع لها هرجع لها اول ما رجع لها الجسم هيزيد الضعف بخس بسرعة بقى رجع بسرعة طرح هولاد بتزيد سيلوليت بيزهر الدنيا مش بتبقى حلو ايه اكتر حاجة في اي رجيم في النشويات بترشحيها دايما بصي الفريك في ناس كتير مهملات رغم ان الفريك كالوريس اقل جدا الشوفان برضو مفوش مشكلة الروز ممكن البسماتي سعراته اقل شوية من العادي بعديه روز العادي انا درقت بس النشويات بعديه اخرهم المقارونا طبعا اخر حاجة المقارونا او اعلى كالوريس فيها اكتر حاجة كلنا بنحبها بتعلق سكر الدم جدا فانا ممكن ااخد كميات قلعيلة والاكل برضو يكون بطريقة هلسي مش سامنة كتير ومقل كتير طريقة طبيق نفسها للاكل طبيق ذات نفسها هلسي شوية تمام دكتور الكلام معاكي بصراحة شايف جدا وبجد انا يعني مستمتعة جدا بالحديث معاكي ان شاء الله هتشرفينها باذن الله اكيد في حلقة تانية شكرا كدا لك يا دكتور شكرا مع السلام علي